مرحبا انا قسم من فيكتوريا كولج سجول اليوم نحن نأخذ فيها اديشن مع ريكروبنج ونز نفهم بالاول اديشن معناها الجمع عرفنا المرة الماضية اولي قبلها كيف نجمة نحطهم تحت بعض الخنات تحت بعض النجمة احد مع احد عشرات مع عشرات مئات مع مئات وصلنا للالاف وهي الالاف مع بعض كما فاليوم نأخذ فكرة جديدة شوي نجمع بس عن طريق ريكروبنج ونز اول شي شو معنى ونز يعني احد ريكروبنج يعني بدك تعيد الجمع وزمانه احنا صغر كنا نحكي لما اجمع مثلا بالعربي تمانية وخمسين زائد اربعطاش تمانية واربعة بطلعو طناش فبحط اثنين وبحط باليد واحد هاك كنا نحكي عشان نقدر نفهم نفس المبدأ بس اليوم بدنا نتعلم ليش بدنا نعمل هاك ونحل امثلة هلا بدي تحفظ ريكروبنج يعني بدك تعيد الجمع سواء بدك تضيف ونز او تنز او تاثنز او تاثنز او هندرد بس اليوم درسنا بس كيف من ننظيف احد يعني كيف من ننظيف ونز ونز هلا راح اشرح لكم بالتفصيل بالمداية لدينا هذا الرقم وهو 58 بلاس 14 احنا عتفقنا الانجليش دائما نقلق من الشمال لليمين بس اذا بابدي اجمع بجمع طبيعي ذا الرياضيات بابدي بالخانة الموجودة على اليمين ليه؟ لان هذه الخانة هي عبارة عن الونز خانة العشرات فدايما اللي على اليمين اول اشي هي خانة الاحد بعدين اللي بعدها مباشرة على الشمال اللي هي خانة العشرات بعدها اذا فيه زي هيك بكون هاي خانة المئات الاف اليوم مش مطلوب كيف نجمعهم نوفل بس لهندرد يعني مئات منطلع على رقم 58 بلاس 40 منطلع والخانات الاحد احنا رتبناهم تحت بعض زي المرة الماضية اللي هي احد تحت احد وعشرات عشرات تحت عشرات كل خانة نفس تحت الخانة اللي بتشبهها عندي الخانات الاحد هاي هم هاي علمتلكوا عليهم منش ما عم نبدأ فيهم منحكي 8 بلاس 4 يعني 8 زائد 4 كم الجواب بعائدكم اجمعوها 8 بلاس 4 رح تطلع 12 مظبوط فشو رح اكتب في البداية رح احط اثنين طب من اللي نتفق على الشكلة بالبداية هيد اكتبها هون 12 هي اصلا عبارة عن شو هذا اللقم الثنين هي 1 وال1 هي 10 يعني هي بالاصل اصلا 10 بلاس 2 صارت 12 فمعناته 12 هي خانة الاحد وهي خانة العشرة طيب انا اجيت عن الجواب معي اثناش او 12 ما بقدر اكتب 12 على نفس الجواب وارد اجمع جنبها لا شو بعمل بحكي بحط خانة الاحد تحت الاحد اللي هي 2 هيا 1 بحطها تحت الوا 2 بحطها هون بعدين العشرة اللي صفت عندي بدل ما اكتبها جنبها بروح برفعها لعمود او خانات العشرات هون فبدل ما اكتب عشرة رح اكتب 1 رح اكتب بس 1 يعني ذلك كأني بحكي 2 وباليد 1 هكي كنا نتعلم زمان فهذه العشرة كأني بحكي 10 و 50 و 10 قد بطلعه 70 فانا ما بكتب 70 بخط جنبها سوف نتعود نكتب 7 والصفر خلص احنا عارفين انه هاي خانة العشرات يعني 70 فبطلع الجواب 72 عشان ما تلتخموها رح نحل امثلة اللي بدي الفكرة انه تعرفوا الونز بحطه تحت الونز يعني الاحاد تحت الاحاد العشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات اذا بلجت اجمع بالاحاد وطلع الرقم اكبر من 9 يعني رقم متكون من خانتين فرح احط الخانة الاولى اللي هي على اليمين تحت الاحاد اللي هي خانة الاحاد واللي عن الشمال هي خانة العشرات فشو رح اعمل فيها رح ارفعها لخانة العشرات رح يصير عندي بليات واحد وباش مع طبيعي 1 بلاس 5 قدي 6 6 بلاس 1 7 الجواب بكون 7 وعندي 80 بلاس 4 قدي قلنا 12 رفعني الواحد فصف مخلص عندي الجواب 72 نحلها مرة ثانية 58 بلاس 14 8 بلاس 4 قديش؟ 12 بكتب 2 والعشرة وين برفعها؟ 4 اضيف 1 1 بلاس 5 6 6 بلاس 1 7 الجواب 72 بحل مثال ثانية اسهل شوي اذا لدي 37 بلاس 25 كيف بدأ جمع؟ ابدأ بالأحد 7 بلاس 5 ادن اللي هي اضماش 12 نحب 2 وبرفع باليد 1 اللي هي بالاصل 10 بس احنا السفر ما نكتبه فبرفع 1 1 بلاس 3 4 4 بلاس 2 6 الجواب 62 هلا 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 كمان امثل عشان تعرفوا اكتر 172 بلاس 19 بطبع وين خلت الاحاد؟ خلنا خلنا من اليمين للشمارة اتفقنا هاد بالجمل دايما 2 بلاس 9 ادى 11 ال11 هي عبارة عن 1 وعن 10 يعني 10 بلاس 1 قدى 11 فبحط الاحاد تحت الاحاد اللي هي 1 والعشرة وين بضيفها اللي هي باليد 1 بضيفها على خانة العشرة بس ما بضيف عشرة بضيف وين لانه 0 ما بنكتبه خانة العشرة فبحكي 1 بلاس 7 8 8 بلاس 1 9 صفي عندي اخر خانة المئات ما تغير عليها اشي ما اخذت زيادة واحد عادي بجمعها طبيعي وين بلاس 0 لانه ما نفش اشي حكا لما نفش اشي معناته 0 وين بلاس 0 وين بلاس 0 وين بحط الones اللي هي 4 بعدين بطلع بودي 1 للخامة العشرة باليد 1 وين بلاس 7 8 8 بلاس 1 9 3 بلاس 0 3 هكا حلانا لهان هلا بناخد كمان انزلة 77 بلاس 18 باجي بحكي 7 بلاس 8 ده جواب 15 فبكتب 5 اللي هي عبارة عن 1 بعدين بحط واحد باليد اللي هي عن خامة العشرات يعني كأني بضيف عشرة بس ما بكتب السفر 1 بلاس 7 8 8 بلاس 1 9 الجواب بطلع 95 لانه هذا المثال 425 بلاس 48 نبدأ من يمين للشمال 5 بلاس 8 شو الجواب؟ ليه 13 1 بلاس 2 3 3 بلاس 4 7 عندي اخر شي صفة 4 اللي هي المئات ما تغير على اشي ما على زيادة واحد فبخليها زي ما هي 4 بلاس 0 4 بجمعها طبيعي الجواب بطلع 473 لدينا هون 63 بلاس 29 نبدأ بخانة الأحد 3 بلاس 9 12 بحط الواند تحت الواند وبرفع 10 لفوق يعني واند برفع واند واحد فبصير واحد واند بلاس 6 7 7 بلاس 2 9 بطلع الجواب 92 100 بلس أضي 104 بلاس 9 بس عندي خانات اللي هي الثلاثة أحد وعشرات ومئات مجموعة لها فقط 9 يعني خانة واحدة اللي هي الأحد فبحكي 4 بلاس 9 13 بحط الواند وبرفع واحد هاليد يد باليد واحد فشو بصير 1 بلاس 0 قدي 1 خانة المئات بجمعها طبيعي ما تغيرها لها اشي 1 بلاس 0 1 بنرجع هون بس لشغلة انه 1 بلاس 0 1 ما في تحت هايشي معناته بجمع سفر سفر زائد واحد قداد جواب واحد معناته هيك الجواب كامل 130 نيجي لآخر المثال 739 بلاس 9 فقط خانة واحدة بجمعها 9 بلاس 9 تطلع 18 حط خانة الاحد وبرفع الواحد على خانة العشرة بتصير 1 بلاس 3 4 7 بلاس 0 7 الجواب بطلع 748 8 تبدي ستدرب واختر على القام وتحلو امفل بأكتر حاولت اوصل الفكرة اذا حدا بستطعب اشي يحكي لي هذا هو روز اليوم و شكرا شكرا